ثلاثة أشهر مرت على انفجار مرفع بيروت والجريمة لا تزال من دون محاسبة وبوعود رئيس الجمهورية ميشيل عون بإنجاز التحقيق في خمسة أيام تلاشت بفعل تدخل السياسة بعمل القضاء فبعثرت التحقيق تماما كما بعثرت الأدلة في موقع التفجير وتم الاكتفاء بالادعاء على بعض الضباط والموظفين الصغار في المرفأ أهالي ضحايا الانفجار رفضوا تهرب السلطة من مسئولياتها المباشرة عن جريمة المرفأ اليوم معرفنا بعد مين صاحب الباخرة، مين فوت الباخرة، مين سمح بتنزيل البضاعة على الباخرة مين القاضي اللي أخذ مسئولية أنه ينزل هالضاعة على الأرض، مين اللي حط هالضاعة موجودة بالعنبر كل الموظفين اللي توقفت هايدي اللي جوه اللي 25 واحد من جنن رئيس البور محمد المولى هيدا كل حجار الضامة بيضايهن، بنى الروس الكبير نحن، من الكبير من الرئيس الجمهوري لأصغر موظف بالبور وبالحكومة وأمام قصر العدل ببيروت نفذت وقفة احتجاجية شارك فيها محمون وحقوقيون أكدوا وقوفهم إلى جانب أهالي الضحايا وصولا إلى الحقيقة التي لابد أن تبدأ بالمحاسبة من أعلى هرم المسئوليات السياسية ولا نتوقع أي شيء أكيد كل القضايا بلبنان بالجوارير بتصير بعد فترة من الفترات بتتلفلف مثل ما بيقولوا بالعامية، بتتزبط، وبتنسى العالم، يراهنوا أن العالم بدا تنسى وبظل استمرار المماطلة القضائية بحسم التحقيقات بانفجار المرفأ توالت الدعوات لوقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام منزل قاد التحقيق في الجريمة كما في السياسة، كذلك في القضاء، ثقة اللبنانيين مفقودة بالطباقة الحاكمة وبمختلف قطاعتها لكن اللبنانيين يصرون اليوم على استكمال المواجهة ضد تسويف السلطة وأجهزتها من أمام قصر العدل مرسل كرمى الإخبارية بيروت